بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث الرحمة المودا ما زلنا يوم الحد بنعود ونتفقد بيوتنا نتفقد بيوتنا عشان نطبق قوله وتعالى ماذا؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ونحاول نعيش بقى في الطريق اللي اتفتح لنا بمدد ربنا سبحانه وتعالى لما بشرنا إن أي مشكلة زواجية أو أي شيء زواجي فهو محل نظر الله فهو في مدد عشان نحله ونقدر نتجاوزه فأي تحدي من التحديات الزوجية مفتوح ليه الأبواب لحله إذا إحنا ركزنا واستيقظنا وتعملنا معاه وعشان كده بنخلي يوم الحد هو يوم التوافق للوصول إلى السعادة التوافق ليه؟ كل المشكلات اللي عندنا والتحديات نضع على الترابيزة وتناقش فيها وإحنا معانا مدد ربنا سبحانه وتعالى وكمان العلم اللي بيسعفنا إزاي نعمل إجراءات نخرج بيها من الأزمات إلى الهبات الربانية سبحانه وتعالى تعالوا نشوف النهاردة عندنا إيه؟ النهاردة عندنا تحدي شوية بعض الناس مش هياخدوا بالهم منه لكن تحدي مهم جدا 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 بيحصل في الزواج كتير قوي بخاصة أن بيئة العمل بقت بيئة متسعة جدا فبيبقى عندنا تحدي معه شهور قوي 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 هو تحدي زواج الأستاذ والطالبة أو المدوير والمرؤوسة النوع ده من النمط ده من أنواط الزواج في كتير بيحصل أنه يبقى موجود وده بيخلينا نقول أنه ده تحدي وهو اختلاف الحالة ما بين حالة الشغل مع العلاقة الزوجية في بعض الأحيان بيبقى الزوجين مش فاهمين الاختلاف ده ومش عارفين أن الاختلاف ده لابد أن احنا نرعي ونرعي وضعياتنا في البيت كأزواج اللي بتختلف عن وضعياتنا في العمل كرئيس ومرؤوسة أو أستاذ وطالبة الزوج كأنه قائد للزوجة فبتتزوجه لأنه بينهم معنى واحد في شيء مشترك بيربطهم وهو العمل كنا بنشتغل مع بعض وهي طالبتي وأنا أستاذها فكان بيننا فكرة وعمل مشترك بيجمعنا معنا لكن كلها كانت موجودة في العمل وكأن وكمان دوت لو كان بيحصل كمان في الغربة كمان الغربة كمان الإنسان بيدور على أي معنى بيجمعه بأي حد فممكن تلاقي أن هم حسين كمان أن هم بيساعدوا بعض وبيشاركوا بعض فبيحصل تقارب أكتر ممكن تكون مش بس المساعدة والمشاركة اللي بينهم بس لا ده كمان في نفس الوقت بتشاركني في باقي حياتي ده الفكرة اللي بتجيله لأن ده هي خليه الأمور عندنا أسهل في الحياة وفي العمل ده الفكرة اللي بتدور في عقل الزوج واللي بيخليه يدفع إلى الزواج بهذا النمط الزوجة بتقول إيه؟ بتنظر له على أنه مش بس مدرها لكن كمان على أنه أبوها ومثالها الأعلى لأنه في الغالب بيبقى في فترات النضوج في الأربعين سنة وما بعد الأربعين فهو في شكل يملى العين ويملى الوجدان شكل الأب الحكيم اللي بيقدر ياخد قرارات ويسير الأمور بشكل صحيح لكن بعد الزواج الأمور بتتغير إن الله لا يغيره ما بقومه حتى يغيره ما بأنفسه الأمور بتتغير فكل اللي كنا بنفرح به من تعاون ومسندة ابتدى يتلاشى وبقى في عناد ورفض لسلطة الزوج من جانب الزوجة اللي ما كانتش سلطة لكن محاولة للترشيد والتوجيه بيمارس نفس دور الأستاذ اللي هو بيمارسه بيمارس نفس دور المدير وبإن التوجيه وتصحيح الأداء اللي هو بيمارسه في الشغل ده صحيح فيه إرشاد لكن فيه نوع من أنواع التهديد كمان أنا كنت عاوزة أحس إن هو بيحبني وإنه مش هيستغنى عني في أي وقت زواج الأستاذ بالطالبة أو الرئيس بالمرؤوسة بيكون في مشكلة إنهم اتقابلوا في ظروف بتخلي طرف في أحسن حالة بالنسبة للطرف الآخر اتقابلوا وهم في جو العمل فهو عنده هالة هالة المكانة والمنصب والتفوق العلمي والتفوق الوظيفي والقدرة على إصدار الأوامر فبيبقى شكله كده براق والمرأة بتحب صورة الرجل البطل المتفوق البارز كل الدراسات بتقول كده فبياخد صورة مبهرة كده وإيه اللي حاصل وبتلتفت للحاجات وبتلتفت للحاجات البراقة دي وبتلتفتش اللي وراء الصورة دي هو إزاي بقى بيتعامل في الأشياء العادية في حياته مش باين نديل لأن احنا طول الوقت عندنا أشياء زي بيسموها كده كريتكل أشياء حارجة في الشغل بنعملها فما فيش الأشياء العادية مش باين التفاصيل فيها وهي نفس الحكاية عندها هي طالبة أو مرؤوسة فشايف زكائها وتقلقها ونبهتها وسرعة حركتها ومساعدتها واستجابتها في الطلب لما بيطلبوا فبتظر أفضل صورة عندها ويا جاي العمل في أبها صورة وفي أفضل صورة عشان ترضي من يقوم بالإشراف عليها أو بالنظر إليها في العمل هم الاثنين بيقعوا في حاجة أنا بسميها خداع الصورة كل واحد رسم الصورة للتاني الصورة دي الطريق بمكانته في العمل لأن كل واحد في أحسن صورة ممكنة لي وهو في العمل لكن لما نقلنا ده للبيت فالمواضوع بيختلف مفيش بقى رئيسه مرؤوس ولا أستاذه التلميذة في زوج وزوجة فالعلاقة هنا مختلفة فالعلاقة هتاخد أشكال أخرى وهيظهر كل طلب بطبيعته فتظهر هي بعصبيتها اللي هي ما كانتش تنفع تظهر بها بعصبيتها في الجامعة ويظهر هو ويظهر هو بإصراره على أنه تتنفذ أوامره حتى لو كان مش راضي اللي هو في قوانين الشغل في بعض الأحيين واللي هم بيسموها في العمل مش هتسمح له أنه يقهر موظف إلى أبعد مدى لكن في البيت هيعمل كده غالبا الزواج بين الاثنين دول بيكون تلبية احتياجات وفي الأغلب الطالبة لما تتجوز أستاذها بقول في الأغلب عشان محدش يقول لنا بعمي أنا مهتم جدا جدا بأن أنا ألتزم بقوانين العلم وبمعايير العلم في الغالب بيبقى عندها احتياج لأب وبيكون عاوزها يكون زوج أب فيكون عليه عبئة أكبر عاوز يعطي منتطلبات الزوج والأب في نفس الوقت وخصوصا أن الأب بيعطي بدون انتظار مقابل يعني هربيات يعني إيه اللي حصل هو متجوز عشان يتبادل مع الحب هي عايزة يبقى فياض المشاعر ويعطي عطاء غير مشروط ويحسسها بالأمان لأن الرابطة بينهم مش هتتغير ماهما حصل الرابطة ما بين الأب وابنه والأب وبنته مش هتتغير فهو يعطيه بغير حساب والاحتياج من داحية الزوج هو بقى محتاج إيه محتاج يشوفها جميلة جزابة بتلبي احتياج عنده احتياج النواة إيه يحس بالمكافأة عينها نقف سئلنا بس في الغالب المدير ده هو خلاص حس بحياته فهو عايز بقى المكافأة يحس ان الجمال ده مكافأة تعب وشقال اللي هو عاش في حياته انا عارف ان الناس حسة بالكلام اللي انا بقوله ده ان احنا عايشين بدا ولذلك احنا قلنا لما ابتدينا ابتدينا واحنا بنقول قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولذلك احنا عندنا كما ورد في الأثر ان من حكمة آله لقمان ان يكون الانسان عالما بشاني ان يكون المؤمن عالما بشاني مدركا لزماني لازم نكون مدركين لتفاصيل الزمن ده يبقى اذا في الزمن ده ممكن يكون حد في منتصف العمر طبعا واضح واضح جدا 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 ان في الغالب اللي هيكون في منتصف العمر الاستاذ او المدير فمحتاج لحد يخليه جدت حياته خصوصا لو كانت الحياة اللي قبلها مش بتسعيده ولا بتشبعه فإن اللي بيحصل فهو عاوز يسد تحتياجه وممكن ده يكون على فكرة بيحصل في كتير من أحيين جواز الاستاذ بالتلميذة او جواز المدير بالمرؤوسة في الغالب بيكون زوجتان برضو بيكون في احوال كتير في احوال كتير مش لازم اقول في الغالب ويكون الزوجة الاول من زوجة قريبة منه في السن فعاوز يتجوز من حد يجدل لي حياته بدل الملل اللي هو ابتدى يحسه وقد ضرب في أوصال الجواز الاول فإن اللي حصل فخلاه زواج بارد فهو عايز زواج طازج ساخن فالتجربة الجديدة دي هتعمل حال التوهج لكن ممكن الحالة دي ما تستمرش وبيكون عندنا مشاكل تانية من فرق السن اه مهم او بيبقى فيجي عندنا جيلين فارق السن واساعات فارق الاهداف احنا قلنا واحدة عايزة تحس بأمان الأب واحد عايز يحس بشقاوة البنوتة فإن اللي يحصل فممكن يكون في عصبية أو تهور أو مل التجربة وده ممكن يزعج الزوجل إنه عايز سلام وأمان واستقرار وهدوء وطمأنينة اللي فات ده بسميه أنماط الحب المختلفة فيعايز الحب العاطفي المتوهد اللي فيه رغبة فيها وإن هي تفضل أميرة وتفضل القطع الوحيدة اللي ما بيقارنش بغيرها وهو كبير شاف وتجرب وممكن يستخدم المقارنة كتير وهو عايز بقى الحب الحياتي اللي فيه احترام وتأدير وإيه تاني احترام وتأدير واهتمام اهتمام ولذلك أنماط الحب ممكن اختراف أنماط الحب ده ممكن يعمل كهرباء في البيت إنه ممكن يعبر عن الحب بطريقته وهي ما تشوفهاش طريقة مناسبة وما تشعرش بيها لازم نقف هنا ونقول إن العلاقة ما بين طرفين وإدمان العلاقة ممكن يكون إدمان الاحتياجات اللي بتلبيها العلاقة للطرفين فهو عايز دايما يبقى في صورة البطل المنقذ وهي دايما عايزة تكون الداعمة الوفية المساعدة ممكن الصور دي تتغير مع مروي الزمان وعلشان نحافظ على ده لابد من النظر إلى العلاقة بشكل في نضج وهو اللي يشوفنا بوابة إنها زوجة ويشوفها من بوابة وهي تشوفه من بوابة إنه زوج فإحنا أحيانا ما ينفعش إن أنا شوفها إنها مساعدة لي في الحياة ومسزوجة وما ينفعش إنها تشوفه إن مهمته بس هو خدمتها وتوفير الأمال ليها وإن هو يكون دايما بيربي احتياجاتها ويربي رغباتها بدون ما تشوفه إنه زوج وهو كمال لي احتياجاته فهو عايز يبقى زوج وهي مش عايزها زوج كل واحد بيعمل إيه؟ بيعزف على وطر الاحتياج وما يشوف سكته هي عايزها أب وعايزها المساعدة أو سعد يبقى عايزها الأم اللي هي تحن عليه واتدلعه بس النوع ده من الناس مش بيقدروا ياخدوا قرارات لإنه دايما بيكون شايف فكرة لا بحبك ولا بقدر على بعدك اللي هي هو أنت بتلبح لي احتياجاتي أنا مش هقدر أستغنى عن الاحتياجات دي يبقى لهم قادرين يكمله ولا قادرين كمان يعيشوا حياة عيدة وكل واحد فيهم مش عايز يتوقف عايز الشخص إيه اللي يحصل يحاول بقدر الإمكان هو ليتحرك ويكون هو محور العلاقة هو ده اللي هيرضيه كل واحد فيهم عايز أنه يبقى محور العلاقة أحيانا بيكون فيه قرار بالإنهاء ولكنه مؤجل مؤجل لإيه لغاية محد من الاتنين هو اللي يختار الإنهاء ويفضل مدة طويلة جدا أنا شفت في الأشياء الزواجي ناس عايشين مدة طويلة جدا وبيعملوا حاجات وبيبتعدوا عن بعض وما يبقوش مع بعض وما يفضلوش متجاوزين يعني ما يفضلوش متجاوزين مش في بيت واحد ومش هو بيصرف عليها لكن هي موجودة ليه؟ عشان ساعات بيبقى فيه لتزام أخلاقي وساعات بتبقى الجوازة دي يا بيتة كمان أولاد وكمان الاحتياجات بالمناسبة على فكرة هنا مش بقول أن بقاء الناس في الجواز بسبب الأولاد ده تسيء بس أنا بقول أنه هو ده اللي بيحسن الاحتياج مش معنى سلبي ومش ناقص على فكرة الاحتياج مهم وفطرة بنا فطرة الإنسان عليها وهو اللي بيشكل الدوافع والسلوك عند الإنسان حتى ده ممكن نشوفه بشكل صحيح لما بنشوف هرم إبراهيم مازل لكن مهم أننا ندير هذه الاحتياجات بشكل صح والوصول إلى ما بعد الاحتياج وما حدش يبص على ده على إنه إهانة ففكرة إن الناس اللي بتقول أنا مش جاي ألب احتياجاتي لحد دي فكرة غير صحيحة إحنا الاحتياجات بتاعتنا صحيح إحنا مش جايين عشان نلب بيها بس صحيح إحنا ما بلنا احتقرهاش لا إحنا الاحتياجات دي شيء محترم وشيء بيحفزنا عشان نكمل الحياة مع بعض فأنا صحيح مش مراضي إن أنا أشبع الاحتياج لكن مراضي إن أنا أعمل إيه إن أنا أدير الاحتياج ويحفزني ولو ما نشوف زيجات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعد الزيجاته وكأنه صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لأي حد عنده فوارق بينه وبين شريك حياته بص لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وشوف حالة التقبل إنا نقف شوي يبقى أول مفتاح التقبل والتكامل اللي كان بينه وبين زوجاته صلى الله عليه وسلم وحاجة تانية حضرة النبي بيعلمها مع الفوارق في السن الفوارق في المستوى الاجتماع فوارق دي كلها بيعلمنا إيه إن إدارة الحياة تقدر تاخد أي مختلفين في الأهداف الزواجية وأي ناس مختلفين في الاحتياجات وأي ناس مختلفين إلى بر الأمان لو أداروا حياتهم الزواجية وأنا هقول لكم على ثلاث أمور ممكن نعملها عشان نستفيد من هذا التنوع والاختلاف اللي ما بين أنماطنا الزواجية أول شيء أنا شايف ممكن نعمله نتوقف وبصورة سريعة عن المن وتحويله إلى امتنان يعني إيه إنت مش عارف كانوا مين بيطلبوني للجواز إيه اللي حاصل وأنت مش عارفة أن مكانتي الاجتماعية إيه أنت مش عارفة أنا كنت ممكن أقدر أتجاوز إزاي لازم نتوقف عندها ونعمل إيه بقى أنا شاكر أن ربنا سبحانه وتعالى رزقني بيكي أنت نعمة من نعم ربنا يبقى تحويل المن إلى امتنان الامتنان ده بيخلي الإنسان يخرج أحسن ما فيه دايما بقول أن أي فروق ثقافية أي فروق فكرية ممكن تدوب بالامتنان لازم نعمل كده تاني حاجة بقى نعمل إيه نغير طريقة التوجيه بينهم ونعدر الطريقة دي اللي هي دي التوجيه فما تاخدش شكل التهديد أنت هتتغير ولا أتطلق أنت لو ما عملتش كده أنا هتطلقك لا لأن الطريقة دي طريقة سيئة الناس بتتصور أنها طريقة مناسبة أن أنا أختار أختبر الحب فهو كل ما بيقبل تهديدي بيبقى متمسك بي أكتر بس على فكرة الحب مش موجود عشان أراهن عليه حب موجود عشان استثمره طب أعمل إيه وأنا حسى أنه مش هيتغير غير لما هدده نعمل حاجة تانية خالص إيه هي إتاحة المشاركة في الحل أنا هساعدك إن إحنا نخرج من اللي إحنا فيه ده تعالى نختار إيه الحاجة الأنسب ليك ونتكلم وننفذها تعالي نختار الحاجة الأنسب ليك وننفذها تالت حاجة بقى ودهوة اللي هينفذ بقى الموضوعين اللي إحنا قلناه اللي هو التحول إلى الامتنان والأمر التاني التوقف عن التهديد إن إحنا نعمل إيه نستمر في الحوار دائما والحوار دائما متفق على إنه بيجلب الخير بينهم فلازم نتفق على إن إحنا نتحاور طول الوقت وعلى فكرة الحوار مش لازم يكون في حالة الفتفضة لكن الحوار ده كسير الحياة فنتحاور مع بعض بثلاث شروط الشرط الأولاني إن الحوار ده لا نذكر فيه الماضي الحاجة التانية هذا الحوار لا نذكر فيه ماذا؟ التفضيل الأفضلية اللي أحد فينا الحاجة التالتة الحوار ده لا يذكر فيه للنقد ولا اللوم ولا الشكوى وما نتكلم عن إيه؟ نتكلم عن المستقبل والسعادة إزاي يعني نعيش مع بعض وإزاي الحياة هتكون أفضل الحاجة الأخيرة اللي بنصح بيها واللي هي ممكن جدا 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 في هذا النمط من الزواج تفرق كتير جدا إيه هي؟ إن كل واحد فينا يقرأ عن المرحلة اللي فيها شريك حياته فيتقرأ عن مرحلة الزوج اللي هو في مرحلة منتصف العمر وهو يقرأ عن الزوجة الشبة فكل واحد فينا يعرف احتياجات التاني إيه؟ ويحاول بقدر الإمكان إنه هو يدير حوار يقول لها أول حاجة أنا متفهم إن أنت عايزة تخرجي وتتفسحي إيه رأيك لو إن إحنا نختار منطقة وسط إن إحنا نحدد عدد من الخروجات بس نعمل فيها جودة في هذه الخروجة ويتقول له أنا عارف إن أنت بتحب هدوء أنا أوفر لك عدد من الساعات في اليوم هدوء عشان تخلص أبحاثك أو عشان تيجي ترتاح من أعباء العمل بس وعدني إن إحنا نعود مع بعض نعمل أي حاجة مشتركة تكون بيننا كل ما زاد المشترك كل ما زاد التقارب كل ما فضل الحوار موجود كل ما كان كل واحد فينا ما بيمتنش على الآخر ولكن ما بيمنيش على الآخر ولكن بيمتن له على كل حاجة بيعملها له في حياته كل ما المسافات بتقرب بتقرب ومهما كان التنوع ده ومهما كان الاختلاف إن الزجين بيعيشوا ويشوفوا أبواب جديدة للحياة الوسعة اللي ممكن يعيشوها مع بعض وكل الخلافات وكل الفروق دي بالدوب ويتولد مكان كل الفروق دي مشترك المشترك ده هو اللي هيجزب القلوب لبعض ويفضل يمتن العلاقة ويفضل ده أروة وثقة يتمسكوا بيها ويحسوا بيقدي ربنا من عليهم عندما جعل هذا الرباط المنور بينهم يا رب جعلنا من أهل الحكمة إن احنا نستطيع إن احنا نتعامل مع أحوالنا الزوجية مهما كانت فيه صعوبات مهما كانت فيه تحديات نقدر نتعامل مع ده ونقدر نوصل لبر الأمان لما نكون عارفين إن احنا في مدد الرحمن سبحانه وتعالى بعد الفاصل ألتقى بحضراتكم وأسمع أسئلتكم من مباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحت بن نامي جوالة وعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم من مباركة ويفضل جسر مفتوح عشان تبقى مجالس العلم اللي بتنور قلوبنا وكمان ندخل بها على مولانا سبحانه وتعالى وتفضل هذه الأسئلة المباركة تفتح لنا باب نجلس لكي نجيب عليها في وقت بنخصصه لها ولكن اسمعنا ناخد أول اتصال النهاردة من أستاذ مصطفى من كفر الشيخ أستاذ مصطفى السلام عليكم فضلت الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأول أنا حابب أشكرك على الاتسامة الحلوة وعلى الطريقة الجميلة اللي أنت بتوصل بها الرسالة ولا تعثره حقا لذلك أنا حابب أن أنا أشكر القناة الأولى المصرية وأشكر فريق الإعداد المحترم اللي أرد علي طريقة مؤدبة أنا عندي سؤال ومش أطول على حضرتك أنا رجل بقى صعب سفير كتير قوي ومش بميني بيها على حد لما بطلع في مشكلة لما بطلع مع حد متوفي أطلع بين الناس دايما بقول اللهم جعلني سبب للإصلاح بين الناس ما برجحش خيب أبدا ولا برجع أن أنا تاشل بصفر اليدين برجع واخد حسنة من الناس بس أنا بتعرض للأيام دي لحرب ضدي من أقرب الناس ليا لأنا ساعدتهم وأقف معاهم ودايما في وسطهم أنا رجل عصبي فعلا كلنا فينا كبه لما حد بيكلمني كويس بكلمني كويس حد بيكلمني كويس أسعد بتعصب بخرج عن شغوري بعض الأحيان لكن أنا مش عايزة أرد الإساءة بالإساءة أنا جاي عليها دار جدا جاي عليها دار المادي ومعناوي وشغلي لكن مش عايزة أرد الإساءة بالرغم أن أنا قادر على رد الإساءة مش عايزة أعمل بالمثل أو مش عايزة أرد بالعين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم دايما بقعد مع نفسي بفكر سبحان الله ربنا اللي حقى حضرتك قدامي دلوقتي عشان أنا بحيبك في الله عايز أعرض هل أحارب نفس الحرب اللي بتتحارب اللي أنا بتحاربتي هل أرد الإثاءة بالإثاءة وأنا قادر على الإثاءة ولا أعمل إيه بالرغم أن أنا هنضر منهم وقادر أن أنا نضرهم بوضو أجاوب على حضرتك أستاذ مصطفى أولا إن شاء الله أستاذ مصطفى ربنا يجعل كل ما تفعله من خير في ميزان حسناتك وكتير الناس ما بتفهمش أن البطولة مش بس أن أنت تروح تعارك الموت أو تدافع عن حقك بأنك أنت تبقى ماسك سلاح وبتمنع لا البطولة كمان أن أنت تكون بطل أخلاقي يعني إيه بطل أخلاقي أن أنت تبقى بطل بالناس تسيء إليك فتحسن يعني أنا دايما بفهم حديث الرسول الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ أن ده نوع من أنواع البطولة يعني إيه نوع من أنواع البطولة نوع من أنواع من المؤمنين الرجال ونصدقوا ما عاهدوا الله عليه فأنا عايزك بس تحس أن بطولتك في أنك أنت تستمر في عمل الخيرات اللي أنت فيه هي دي البطولة مش البطولة أن لما حد يتكلم عنك كلام سيء تسيب اللي في إيديك وتروح له فأنت بتسألني أعمل إيه تعمل ثلاث حاجات أوعى تلتفت عما أنت فيه ونزاك سيدي بنعطاء الله السكندر يقول إيه ملتفت ولا يصل لو أنت التفت مش هتوصل لمرضات الله سبحانه وتعالى مش هتوصل للخير فلزاك استمر خليك بطل زي ما أنت واستمر تاني حاجة إيه هي تاني حاجة ده شيء مهم جدا 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 إياك تفقد الفرح بلقاء الله في كل عمل خير أنت بتعمله ورؤية جمال الله في كل التيسيرات اللي ربنا بيسرها على أديك وتسيب ده كله وتروح للغل والحقد والحسد والصراع خليك زي ما أنت خليك في هذا النور خليك غلق في هذا النور الحاجة التالتة اللي أنا بقولها لحضرتك أنت لازم تعرف أن اللي بيحصل ده عشان ربنا سبحانه وتعالى يزيد من ثوابك ليه؟ لأن كل شيء بيحصل لك ده بيرفع من درجتك لأن بيخلي ثوابك عند الله وبيخلي السمعة اللي ممكن غيرك يطلبها ويعمل ده عشان السمعة لا ربنا سبحانه وتعالى بيرفع قدرك بتسألني أعمل إيه؟ ما تدخلش في الصراع انت سألتيني خليتيني أطوأ لا ما تدخلش في الصراع الصراع ده مهلكة بيهلق القلب ويهلق الحياة فلذلك استمر وتوكل على الله واستعين بالله سبحانه وتعالى وحصن نفسك دايما بمدد الله سبحانه وتعالى اقرأ الفتحة سوعة مرات واقرأ القلوة واحد تلات مرات واقرأ المعوزتين واستمر ولا تخش شيئا الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا استمر لكن أنصحك نصيحة بسيطة خالص إياك تعمم سوق الظن ما تسوقش الظن في الناس استمر وما تسمعش كلام حد تاني وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويزيد من خيرك وبركتك يا سيد مصطفى معنا الأستاذة منال وعليكم سامة وحطانكاتو تفضلي حاجة منال ازاي حضرتك حام الشيخ فضل ونعمة الحمد لله بس أنا طمعا بس حضرتك توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون لو تكرمت تمام تمام بقول حضرتك أنا أنا معي أنا منفصلة معي أربع أصوال منفصلة معي أربع أصوال ربنا قرمي شخص وأنا مش معي مؤهد بس زي لسول يعني ممكن سعيد خطبات ممكن الأجابيسة حضرتك متأكدة أن حضرتك وطرتك التلفزيون يا حاجة منال كده تمام كده تمام اتفضلي الجزء لما تبني تبني علاية اليوم أنا مش معي مؤهد ما عمليش وضيفة أصابني أنا والأربع أولادي مبيترفش علينا ولا أي حاجة ربنا عقلاني صح هاضي حبيني وهو حب يكون من الشارع من البهدلة وإن أنا أتعرض لأي موقف سيء أو أي حاجة نعم أنا ارتبطت بيه جايني من أهلي وكل اللي حوالادي رست معادي أولادي أولادي ما يعرفوش يعني يجب أنت بيه يعني ارتبط يعني ارتبطت بيه جاوستي جاوزنا يعني آه جاوزنا جاوزت رسمي رسمي آه طيب وأولادك ما يعرفوش أولادك السنهم كام؟ معي ولد فانوية ثالثة ولد فانية فانوي وثنين سغيرين سنة خانسة وحضرنا طيب فأنت أولادك هما ما يعرفوش لكن والدك أو والدتك في منهم يعرف في منهم يعرف الاثنين الواقصانيين يعرفوا كبيرة فأنت خايفة من رد فعل الكبير من غيرت الكبير عليك أنا مش قادرة يعني هو ما يعرفش أنا مش عايشها معاه دايما مع زوجي التاني طيب هو حد مخترم وحد بيصني وحد بيصني من الشارع وبحبني جدا طيب تكريميني بالسؤال بسؤال حضرتك ايه؟ سؤالي أنا مش عايشة أعمل ايه حاصل على أن أنا خيط أكتر ابني واخترو ولا أكون نفسي من الشارع وأفضل مع البنائم اللي حبني وأنا حبيت هجاوب على حضرتك هجاوب على حضرتك أستاذ مليان بص يا ستي استمري مع هذا الرجل بدل أنت بتقولي رجل صينك وربنا يبارك له وكمان يبارك لك كمان في هذه الزيجة المباركة وما تحطيش نفسك في هذا الصراع يا بنت يعني أنت ما تحطيش نفسك في هذا الصراع أنت عملت عمل حلال ومش لازم كل الناس اللي موجودين في الكون يعرفه ده أنت هتستمري لغاية اللحظة المناسبة وتكلمي ابنك ابنك في السنوية أظنه لما يدخل الجامعة ويبتدي يدخل أجواء الجامعة ويشوف التنوع اللي موجود في الجامعة هتخف حمقته شوي فأنا متصور أن أنت ممكن تقولي له إذا وجدتيه مستعدل ده هو مش لازم يعرف محدش طلب من حد متجوز أنه هو يعرفه أنت خلاص جوزتي والولي كان موجود وأركان الجواز موجودة وموسقة الزواج ده هو كل الحكاية في بعض الأحيان بيبقى لابن مشكلته أن الأم تعمل حاجة تشين الأمر ده وساعات بيبقى عنده مشكلة الغيرة لكن بعد ما يدخل الجامعة بيحصل تحول في الأولاد شوي فأنت بتسأليني أعمل إيه الوضع اللي أنت فيه ده وضع حلال وأنا بقولك باعتباري مستشار في الإرشاد الزواجي انتظر لما ابنك يدخل الجامعة لما يدخل الجامعة هيحصل له ثلاث حاجات هيبتدي يستقبل الحياة بشكل مختلف هيبتدي يفكر في العلاقات بشكل مختلف هيبتدي يحس بيك بشكل مختلف لأن في الغالب الأولاد في السنوية ما بيقدرواش يحسوا بالمرأة بالشكل الكافي هو بيحس بالمرأة هي أمه اللي هو بيحاول يكون راجل عليها لكن في الجامعة بيشوف المرأة اللي هي بتتكلم وبتتناقش فيشوف المرأة بشكل تاني المرأة اللي ليها وجود المرأة الكاملة فوسعتها الأمور ما تتغير فأنا شايف يكمل بس وخاصة أنت طبعا قلبك خايفة أنت لما تقول له كده يحصل درب في مسألة السنوية يخليه يدخل السنوية وخلص السنوية يدخل الجامعة وبعد كده ممكن نتحين الفرصة المناسبة ونقول له ودوة ملوش دعوة بالكذب يعني التخبية ملهاش دعوة بالكذب اوعي الشيطان يواسويسلك أن أنت كده بتكتبي أنت مش مطالبة أن أنت تقولي حاجة تضره وتضر فيه طبعا حد يجي يقولك ما تقولي له دلوقتي يقول له دلوقتي أنت شكلك لو أنه حصل له أي ضرب نفساني دلوقتي قبل امتحان السنوية هتشايله نفسك الهام فأنا شايف أن أنت تحافظ على زواجك ربنا يبارك لك فيه ويسعدك وتخليك مع الرجل المحترم اللي حديك بتقوليه اللي حديك تفضلت بذكره وفي نفس الوقت نقول لابننا في الوقت المناسب ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى يكتب لك التوفيق والسداد أستاذ محمد بن بن سويفل تفضل السلام عليكم أهلا وسلام بحديك يا أستاذ محمد أهلا بحديك الله يخليك ونبقى حديك دلوقتي أنا حصل معي زي نظام طريقتين عاوز أتأكد منه مهم الكراتين نفذ ولا لأ وأعمل إيه في حالة نفذ اللي تطلق تاني يعني تطلق لوني حصلت من كان هي بالليل كده وطلق من طلق مني أنا مش قادر علي خالص من فدر ترغط علي حد ما طلقت مني كلمة أنت طلق يعني معلش يا سيد محمد أنت عندك أي طلقات موثقة لا موثق لا خالص طب أنت تلفزت بأي حاجة ليه علاقة بالطلق في حياتك كلها كم مر مهم المراتين دول طيب هل في أي شكل من الأشكال ما احنا ده اللي أنا بفاهمكم احنا بنعمل إيه في الجلسات في الجلسات التحقق في الطلاق هل حصل أي نوع من أنواع الخلع أو أي شيء من ده لا ما حصلش طيب يبقى احنا دلوقتي عندنا اللي أنت بتكلمني عني أن أنت طول الوقت عندك طلقات لفظية صح تمام كم مرة حصل حصل التلفز بأي حاجة ليه علاقة بالطلق مهم المراتين دول بس ما فيش أي حاجة تانية يا خلو لا 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 خالف فاكر التاريخ الأولاني كان إمتى يعني ما بإني تقريباً يا المدون فاكرة أنت متجاوز من إمتى مدون فاكرة يعني ما فيش من حوالي شهرين كده مساء وثلاثة فأنت متجاوز من شهرين وثلاثة لا أنا متجاوز بأي لي أنا متجاوز أنا عندي أربعة ستين سنة كويس متجاوز من إمتى من سبعة وتسعين حصل في تاريخك ده حاجة قبل المرتين علي الطلاق تكوني طوال لا 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 خالص فاحنا دلوقتي من شهرين بس حصل اللفظين بتوات طلقته أيوة تمام تمام طيب أول مرة إيه اللي حصل قلت إيه فيه كان الندم دورت علي في حاجة كده عايزها مني وأنا مش قادر عليها مش قادر مش قادر لا لازم لا لازم لازم راح طلعت مني كلمة أنت طالق يعني إيه طلعت منك كنت أصد أنت بتتلفز كنت منتبه من الضغط ضغط ضغطها بالكلام علي فإيه اللي حصل طلعت منك آه طلعت منك كلمة كنت طلعت منك كلمة تلفزت بيها ليه أنا انضغط انضغط من الطلب بتاعها مش مش قادر علي الطلب ده يعني انت شوف احنا بنعمل ايه يعني شوف يا سيد محمد احنا بنعمل ايه حتى وانا سامعك وعارف انت بتقول ايه لازم اسألك مرة تانية وقولك يعني انت ساعة ما تلفزت باللفز ده انت ما كانش في دماغ خالص الطلاق ولكن اللفز لا ما كانش في دماغ كانش في دماغ كنت تقدر تمنع نفسك لأنك تتلفز بالطلاق ولا اللفز سبقك لا اللفز سبقني صراحة يعني طيب دي اول مرة تاني مرة ورديتها بعدها بكم ساعة يعني كده بساعتين تلاتة كده بغض النظر اعملت ايه تاني مرة بقى المرة التانية ديت بقت برضو يعني زي كان في مشاكل كده بيني وبين المدام فيها بلت دي مين امت دي ديت بقى لها زبوع تارية عن اول طيب ماشي اه ايه بقولك وقال ابتدى ابتدعت برضو عليا بالكلام وبتاعه والحديث المهم طلعني ومطلعيش المهم قالت لي ايه وقتلع طيب من انت خطاب الجام وقلت لها طيب اكتبي لي ابريني ابريني من صحقاتك وان هطلعك راحت كتبت لي وراء ان هي يعني ايه برياني برياني من زمته وقيت لي يلا بقى انت افتدعي بروح يا صحر انت طلع طيب فايه بقى بس بقى كده ده وقت بقى ده بقى كمساعة رجعت نفسي قلت ايه اللي حصل ده ايه اللي حصل بقى مكانش مفروض يحصل لا بقى انت تعمل بقى يا سيد محمد عتجيب لينا بقى الورق اللي هي كتبتها وتيجيوا انتو الاثنين على دار الافتاء المصري ليه بقى عشان نشوف الورق دي مكتوب فيها ايه عشان انت دلوقتي بتقول لي انا رجعتها بعد كده لا مش هينفع غير لما نشوف الورق ونسمع شوية تفاصيل منكم لان اذا كان ده فيبقى دوت اذا كان ده طلق على الابراء فهي ابرتك فانت طلقتها على الابراء ده لي حكم واذا كان الطلق ده طلق منك بس انت كنت بتقول لها الكلام ده عشان تمنعها من انها تطلب الطلق ده محتاجة تحقيقها عندنا فتعالى على دار الافتاء المصري عشان نحقق مع حضرتك في الموضوع ده استاذة غادة تتفضل استاذة غادة علو علو تفضلي يا استاذ غادة الحمد لله يتفضلي احبتك هو انا ليه سؤالين اتفضلي اول سؤال انا زي من بخاف بخاف من موت وبحلم نفسي ان انا بموت دايما وبخاف ووعدت ببطى بحسي نفسي ان انا مخنوقة ومتقدر اخد نفسي ده قريب ولا من زمان يا استاذ غادة لا بيحصل معايا من بعد ما اتجوز انا متجوزة بقى ايه سنتين ونص يعني الحاجة دي استحصل معايا من ساعتين وانتجوز ان انا بحلم بالموت وبخاف او ان الموت ومخاف من شرته فتحصل معايا بعد ما اتجوز طيب دوات دوات من سنتين ونص طيب تحصل معي من ساعة ما جوزت ولما بصلي بصلي ممكن أفضل بصلي مثلا شهر وبعدين أول ما أصلي أحسني إيه أني مثلا بتتوبة أنا وبصلي كتير أو بحس نفسي أني أتخنأت ده السؤال التاني صح لا دي تكملت السؤال وفي السؤال التاني أني أنا بحلم بأي حاجة بتحقق معايا أي حجم بحلمه بيتحقق ممكن تحقق بعدها بيومين بعدها باسبوع بسام حاجة أنه هو بيتحقق معايا طيب أستاذ غدى ربنا يفتح عليك يعني دي منا من ربنا سبحانه وتعالى الواحد لما ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه فيحلم بحاجة تتحقق ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى بس مش معنى أنه هو فضل من ربنا أن نحن نعمل ايه نعتبره هو ده اتقضاء ربنا يعني ما يعتبرش أن اللي أنا أشوفه ده لازم يتحقق لا غالص ده منا ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون عايز يطمئن قلبك بسبب الحاجة الأولانية دية اللي هي الخوف من المدة إن ربنا بيطمئن قلبك إن انت عشان يطيب خطرك فاللي احنا هنشوفه مش هننتظره عندنا ثلاث حاجات اللي احنا هنشوفه ده مش هننتظر إنه ويحصل ما نخافش لما نشوف حاجة ما نخافش إنها لازم هتحصل الحاجة التالتة إن اللي احنا هنشوفه ده مش لازم نغير الأحداث ونلفها لغاية ما تبقى كأن ده تحصل لإن دوت اللي بيحصل ده تاني واحد يشوف حاجة وفتحصل ديت مش مكانة من عند ربنا داهبة من ربنا وممكن تكون تنفع إنسان وممكن تكون ضغطة على إنسان طيب الحاجة التالية اللي انت سألتيه أنا شايف إن مسألة ديت مسألة محتاجة إن انت شوية تعوضي مع زوج حضرتك وتكلميه هو انت محتاجة إيه يعمله عشان تحس بالأمان ودوت مهم جدا 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 انت محتاجة تعوضي مع زوج عشان تحس بالأمان ولو إن القعدة دي ما جابتش نتيجة تعالونا على مركز الإشعاد الزواج بدر الإفتاءة المصرية ونتكلم من إيه واضح جدا جدا إن الخوف ده سببه شيء يتعلق بالزواج ده خوف قديم ظهر لما تجوزتي فعشان كده نحتاجين نتكلم شوية إزاي الخوف ده تيباح يا سادة احنا تكلمنا النهاردة على حاجة مهمة جدا جدا على تنوع واختلاف ما بين سن الناس وأفكار الناس في الجواز بس ده كله ممكن نتعامل معاه وننتقل فيه من هذا الاختلاف وهذا الاختلاف في أنماط الزواج إلى توافق ورضا وسعادة بس بشرط إن احنا نقرب من بعض نفضل نتكلم مع بعض نفضل كمان نبحث عن المشترك وكل ما نزود المشترك بنا كل ما كتير من الفروق بتتلاشى وكل ما الدنيا بتفتح أبوابها لأهداف جديدة وأبواب جديدة من السعادة بندخل فيها وإحنا ممسكين بيئيه بعض وبيغمرنا مدد الله سبحانه وتعالى بالمودة والرحمة يا رب أفض علينا مودة ورحمة على بيوتنا حتى نشكرك على الدوام حتى نشكرك على الدوام بقلوب عامرة بمحبتك وبشكرك وبحمدك على ما أوليتنا من نعم يا رب العالمين اجعل بيوتنا غارقة في نعمة المودة والرحمة يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر